خطوة جديدة قد تفتح المجال للحوار ووقف الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل الماضي وفي هذا الخصوص قواء الحرية والتغيير الموقع على الاتفاق الإطاري أعلنت عن عقدها اجتماعا غدا في أديسة أبابا لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف الحرب في السودان طبعا جعفر حسن عثمان المتحدث باسم الحرية والتغيير أوضح أن قيادات القوى المدنية الموقع على الاتفاق الإطاري ستناقش غدا في الاجتماع المرتقب في أديسة أبابا أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب وعودة المسار المدني ديمقراطي للبلاد وفق ما نقلت وسائل أعلام وأضاف أن الاجتماع المرتقب سيخرج بتوصية للدفع بجهود تطوير التنصيق بين القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وتعزيز جهود التواصل مع الجيش وقوات الدعم السريع لتقديم المقترحات المرتبطة بإنهاء الحرب في البلاد ومن المقرر بحسب تصريحات سابقة للحرية والتغيير للحدث أن يعقد اجتماع مع الاتحاد الأفريقي يوم الخامس والعشرين من أغسطس في محاولة جديدة لاستكمال الجهود بشأن وقف الحرب في سودان وبدء العملية السياسية وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الحرية والتغيير ستشارك أيضا باجتماعات أديس أبابا كتحالف منفرد دون بقية الكتل والمكونات السياسية الأخرى يشار إلى أن عدة مساعد إقليمية ومحاولات أممية لم تنجح في تهديئة الحرب بالسودان إذ لقيت عشرات الهدى التي أعلنت سابقا بين الجيش والدعم السريع طبعا لقت مصيرا واحدا ألا وهو الفشل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات